تقول معلمة أقرطت إحدى زميلاتي في عمل السابق مبلغا من المال ولما بدأت أطالبها به بدأت تتجاهل الرد على مكالماتي في أحد الأيام هتفت لها أكثر من خمسة عشر مرة ولم تكن ترد على مكالماتي عندها ولمعرفتي أن زوجها كان خارج المنزل قررت إرسال رسالة لها كتبت فيها مرحبا حبيبتي أنا لست أكلمك عن المال الذي بيننا أنا فقط أردت أن أخبرك أني رأيت زوجك مع فتاة جميلة جدا في السوق ركبت معه في سيارته بعدها مباشرة رن هاتفي لكنني تجاهلت الرد وخلال نصف ساعة رنت علي أكثر من واحد وعشرين مرة وأرسلت لي ثلاث رسائل تستفسر مني عن البنت والوقت والمكان الذي شاهدت زوجها فيه لكنني تجاهلت الرد أيضا وخلال ساعة واحدة تجاوز عدد مكالماتها أكثر من ستة وثلاثين مرة وأخيرا أرسلت لي تقول ما رأيك أن نتقابل لكي تأخذ نقودك وتحكين لي ما حصل قلت لها طبعا ليس هناك مشكلة أرسلي لي النقود في حسابي وبعدها نتقابل حتى أملأ السيارة بالبنزين وآتي إليك وبالفعل وخلال أقل من عشرين دقيقة كان المبلغ في حسابي بعدها أغلقت الهاتف ونمت ويل للنساء من النساء ترجمة نانسي قنقر